يحاولوا يعملوا ده ازاي من خلال اللي هم يخلوه اللاعب الاعلى راتب في الرادز محمد صلاح فعلا على حسب ما قالت صحيفة The Sun هو اعلى راتب سبوعي في الليفر بول بنتكلم على 200 الف استرليني والراتب الحقيقة السنوي حوالي 10.5 مليون استرليني صلاح بيرتبط بعقد مع ليفر بول لحد السيف 20-23 وده معناه انه هيكسب من الرادز لحد الفترة دي 24 مليون استرليني تياجو الكنتارا جي في المركز الثاني بقيمة الرواتب بوقع 192 الف استرليني اسبوعيا وبعد يفر مينو وفرجل فندايك بالمركز الثالث 180 الف استرليني اسبوعيا ساديو ماني البعض بيوصفوا انه طبعا ما يقلش اهمية عن صلاح بيجي في المركز التاسع وبياخد تقريبا نصف مرتب محمد صلاح 100 الف جنيه استرليني اسبوعيا جو جومس بيجي في اخر قيمة رواتب لعابي فريق ليفر بول ب28 الف استرليني اسبوعيا يعني يقل 7 مرات تقريبا من راتب محمد صلاح رغم اهمية الحياة طبعا المدافع الانجليزي في صفوف الاردز لكن المثير للدهشة يمكن انه طبعا فالبس اللي مش بيشارك كتير بيحصل على راتب اكتر من رابرسون بنتكلم على اندي رابرسون وعلى اليكزاندر ارنولد فده كان شوية غريب بالنسبة للناس محمد صلاح يستحق الحقيقة الراتب ده محمد صلاح بالرغم من كل اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في ليفر بول وبتكلم على تراجع النتائج الحقيقة انه مش ده ليفر بول اللي احنا متعودين عليه مش ده يورجين كلوب اللي احنا متعودين عليه الا ان مستوى الفرعون المصري يعتبر ثابت بالشكل كبير جيب اهداف وفيه ثقة في النفس وبيقدم موسم قوي جدا احنا نتكلم على ان صلاح دلوقتي يعني ترتيبه هو متصدر هدافي البرامير ليج او الدوري الانجليزي قبل ما نبدأ الجولة الجديدة او بنبدأها النهاردة تقريبا وبكرة فيه مباراة لليفر بول مع شيفلز يونيتد هو تقريبا بسبعتاشر هدف اه بسبعتاشر هدف هو في قيمة اول القيمة بتاعتها ده في الدوري الانجليزي وبييجي بعد ذي فرناندز برونو فرناندز فاحنا نتكلم ان انت لعب كبير قوي هداف الدوري الانجليزي وفي ان الناس كلها فيه ثورة من جماهير ليفر بول على السوشال ميديا بيطلبوا يورجين كلوب بان صلاح هو اللي يبدأ يرتدي شارط القيادة الحقيقة في ليفر بول بداية من مباراة بكرة مباراة شيفلز يونيتد وخصوصا ان فيه غيابات كتير طبعا جيمس ميلنر هندرسون وكتير من لعيبة ليفر بول الغيبة والاكيد ده مأثر على اداء ليفر بول واكيد يعني يورجين كلوب في موقف لا يحسد عليه بنتكلم في انه صلاح يعني فيه كلام كتير انه هيمشي خلاص من ليفر بول انه هيروح برشلونة انه هيروح ريال مدريد وخصوصا طبعا بعد الكلام اللي كان او الحوار اللي كان مع جريدة اصل اسبخانية وانه هو مش مبسوط خلاص في ليفر بول ولكن يعني زي ما شفنا كده قايمة الرواتب تقريبا ليفر بول بيحاول يعمل كل حاجة لمحمد صلاح عشان يفضل موجود اعتقد قبل محمد صلاح ليفر بول مش اعتقد هو اكيد قبل محمد صلاح وقبل التوليفة دي كلها بتتكلم على ماني وصلاح وعلى فندايك اللي في الدفاع اللي من ساعة الحقيقة ما تصاب وبعيد ليفر بول في حتة تانية خالص فعلا ممكن لاعب واحد يفرق جدا مع الفريق بيحصل كتير يعني فيه ناس تقولك فندايك يفرق مع ليفر بول للدرجة يفرق مع ليفر بول للدرجة انت علشان تغطي لاعب زي فندايك ده صعب قوي زي قلتها يمكن قبل كده انه بحس انه يورجين كلوب بساعات بيبقى بيبقى ما فيش خط وسط وبيرجع اللعيبة دي عايز يغطي غياب فده صعب جدا ريال مدريد على فكرة من ساعة ما كريسيانو رونالدو ميشي فعقده ولكن ليه رجع كلم في الموضوع ده علشان طبعا موعد انتخابات رئاسة برشلونة قرب واللي هو ان شاء الله هيكون في سبع مارس الشهر اللي جاي ده خلاص قرب جدا وبمجرد وجود رئيس جديد لنادي برشلونة موضوع ما سي هيتحسم تماما لازم الرئيس الجديد ده يعد مع ما سي يتكلم معاه في انه يدي له افضل عرض ممكن علشان ما سي يكمل في الفريق ده المنتظر الحقيقة وده لكل جماهير برشلونة مستنين وعلشان كده يمكن جريدة ماركا زي ما شفنا على الشاشة كانت بتتكلم على انه احتمالات انه ما سي كامل مع برشلونة من هو يمشي بنتكلم في انه في عروض لما سي بريسان جرماء منشستر سيتي ويمكن كان اقرب حاجة منشستر سيتي لانه بيب جوارديولا طبعا هو المدير الفني وانه كنا وقت ما كان ما سي عايز يمشي كان فيه تقارير كتير بتقول انه كلم بيب جوارديولا قاله انه انا هدفي السنتين اللي جايين ان انا اخد الكرة الزهبية وانا هقدر حقق ده معاك انت بس تب ماركا بتقول ايه بتقول انه على عكس كل التوقعات ان ميسي خلاص لسه عايز يمشي من برشلونة مصادر مقربة من ميسي ومصادر مقربة من المسؤولين في برشلونة بتقول ان ميسي دلوقتي عايز يعني اوبنتو ان هو يكمل في الفريق لا عايز يكمل في الفريق وهيشوف الرئيس الجديد لنادي برشلونة هيقول ايه فالحقية انه الكلام ده اتغير يعني دلوقتي ميسي كل همه كل همه الفترة اللي جاية مش الفلوس ابدا الماركا كابتقول انه مش همه العقد مش همه الفلوس مش همه انه هو ياخد فلوس كتير كل همه الفترة اللي جاية انه يعيد بناء برشلونة بالطريقة اللي تليق بالنادي ده وبتاريخي نادي ده وأنه هو يقدر يرجع يحقق الحقيقة لانتصارات تاني والإنجازات تاني مع فريق برشلونة والحقيقة دي عقلية طبيعية جدا أنه ماسي يكون يتفكر كده في الوقت ده أنت دلوقتي راجل عندك ثلاثة أفضل لعب في العالم مع رونالدو عشان الناس ما تزعلش ومحقق إنجازات كتير أو يفلوس كتير جدا خلاص حققق شهرة كتير جدا حققق كل تفكيره أنه هو يفضل رقم واكيره إن فريقه يفضل يكسب ماسي في برشلونة من وهو عارف كرة القدم كان في برشلونة فكل هم والفترة اللي جاية أنه الفريق ده يرجع تاني يقف على رجله يرجع تاني للانتصارات للشامبيونز ليج للدوري الأسباني فكل ده تفكير ماسي وده كان بين قوي في مواقفه يمكن مع نيمار لما جاي يمسي وكان مدائق جدا ممكن واحد غيره يفكر إنه نيمار أصغر مني ممكن يبقى في المستقبل هو نجم برشلونة لا دايما ماسي عايز الناس اللي حواليه اللي هم بيساعدوا جدا برشلونة على الفوز إنه هم يكونوا موجودين سواء نيمار سواء سوارز لما تدايق إنه سوارز مشي والحقيقة يعني أنا بشوف أنه غلطة كبيرة إنه سوارز يمشي هو دلوقتي من هدافي الدوري الأسباني في أتلاتكو مدريد ومحقق الحقيقة نجاحات كبيرة جدا فكل تفكير ماسي في الوقت الحالي إنه هو يرجع يحقق الانتصارات وده كان كلام ماركا إنه مجرد بس ما يقعد مع رئيس النادي الجديد إنه يضمن له إنه هيبقى فيه صفاقات قوية إنه هيبقى فيه شكل تاني للفريق عن اللي حصل الفترة اللي فاتت ماسي مكمل مع برشلونة على حسب المصادر المقربة منه وإنه في الوقت الحالي هو ومدير أعماله ما فيش أي تواصل بينه وبين أي نادي تاني لإنه ما فيش أي حاجة هتتحسم غير لما طبعا يقعد مع الرئيس الجديد لنادي برشلونة عشان كده رجع ماسي ترند من جديد لحد ما يحسن موقفه الفترة اللي جاي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا ببرنامج